أحسن الله إليكم سماحة الوارد يقول السائل في حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون يقول هل من طلب من الطبيب العلاج لمرض بسيط في البرد ونحوه يخرج من السبعين ألف العلاج مباشر الحمد لله لكن المراد الحديث إن الإنسان ما يحتاج للناس تفوض عمره إلى الله ولا يحتاج إلى الناس للأطباء ولا الرقاء ولا غير هذا أكمل في الإيمان وإذا طلب من الأطباء أو من الرقاء من المرطون هذا جاهز لا ذا سبيل تأسيما عند الحاجة والضرورة أبس بذلك إن شاء الله نعم وعند الضرورة لا يخرجه ذلك عن قوله من السبعين نعم عند الضرورة نعم